لكن الحقيقة أنه هو مشهد العالم كله كان بيتفرج عليه الناس كلها في العالم منتظرة أن تعود الحياة مرة أخرى وقبل ما الطيران يرجع وإحنا بتدينا نقرأ أخبار أن إيطاليا مثلاً هترجع الطيران يوم 3 يونيو ابتدت دول كتير تتكلم على عودة الطيران لكن النهاردة الدوري الألماني رجع والدوري الألماني لما يرجع ده مشهد العالم كله يتفرج عليه أولاً الدوري الألماني ده واحد من أهم خمس دوريات في العالم كله أقوى خمس دوريات يعني في العالم كله والحقيقة أنه المشهد النهاردة كان مهم تعقيم كرة القدم كمامات بقى مش اللعيبة طبعاً اللعيبة بلعبوا عادي لكن كمامات كل الطعم اللي قاعد احتياطي كمامات المدربين ومساعدين المدربين كمامات بصوا على التباعد البنشات في تباعد بين الناس بين الناس اللي قاعدة على الدكة الدكتور اللي كنا شايفينه في الصورة الأخرانية دي الدكتور كان يعني في حالات التباعد بصوا بقى لما جابوا الجون النهاردة هو دي التحية مفيش بقى نحضن بعض ويلا وكل الفريق يحضن بعض وده خلص بصوا التباعون هو ده المشهد ده المشهد الدوري الألماني دكت الدوري الألماني ليه بنبتدي بيه؟ لأنه بصراحة عودة الكرة في الدوري الألماني هذه إذانا بعودة الحياة وفيه كمان والقادي الصحفيين بصوا عادين بعيدا بعض إزاي وكمان فيه فرق قررت إنها تحط صور المتفرجين كصور زي كده على ستانز في الملعب لأنه طبعا ده دي مباريات بتتلاعب بدون جمهور إحنا بقى متعودين صبقين والله إحنا صبقين في مصر إحنا صبقين إحنا ما عندناش جمهور أساسا بقلنا سنين فإحنا متعودين بقى على موضوع اللي ما فيه سنين